حوايا الاسرائيلية الخبيثة وقالت ان التدابير المؤقتة مش هتغير الواقع في حاجة وان القانون الدولي وحكم المحكمة مش ملزمين وحذرت من خطورة وضع حد للحرب اسرائيل هيوم كانت عايشة في ميت السلطة لدرجة انهم عملوا عنوان صحفي بيقول ارتياح في اسرائيل بعد حكم المحكمة ونقل جوه التقرير شهادات لكل المسؤولين الاسرائيليين اللي بصراحة ما كانش حد فيهم مرتاح لكن هي دي سياسة الاعلام الموالي للحكومة الاسرائيلية زي ما قلت وبقول وهقول هغير الارقام بس 113 يوم من حرب بتقلب الحق باطل وبتقلب الباطل الحق الادانة العالمية وحكم المحكمة اتحولوا الارتياح في الداخل الاسرائيلي التقرير بتاع اسرائيل هيوم بقفت عند شهادة بتاعت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنست وده محامي اسمه الدان إيلوز اللي قال ان قرار المحكمة بيسخر من الواقع وان القضاء كلهم مؤيدين للنازية واستشهدوا بالتقارير بتاعة الاندروا اللي قال انها مؤيدة للنازية وبيقول لك المشهد عامل زي محاكمة بريطانيا وأمريكا بعد الحرب العالمية التانية لانهم خلصوا العالم من النازية واحنا مش هنخلص من النازية دي يعني مش كفاية متاجرة بيها ده انت كل سلوك النازيين عملتوا واكتر اختلفت الوسائل لكن الفكر واحد والإجرام واحد عضو الكنيسة المختل بيقول ان مطالبة اسرائيل باحترام القانون الدولي ما هي الا مطالبة رسام انه يرسم بالمناسبة ألمانيا النهاردة بتنكس أعلامها في ذكرى الهولوكوست حاجة حاجة مش عارف اقول ايه تفرح تحزن تعمل ايه مش عارف يعني هتنكسوها برضو في ذكرى المجزرة اللي بتحصل في غزة برضو مش عارف الخلاصة انا مش متفاعل قوي ان اسرائيل هتلتزم بحكم المحكمة انا بس كنت اتمنى ان اسرائيل تروح المحكمة وديكو روحت وقلت ادفعكو فغزب عنكم قرار المحكمة بقى ختم على وسيقة الدم اللي كتبتوها على مدار 113 يوم من الحرب في غزة حكم المحكمة مش هيعالج الدمار ولا هيرجع الشهداء ولا هيعالج الاطفال ولا هيحمي النازحين هو بس كان اشبه بعلامة التوسيق لكل التقارير الدولية والاعلامية والاممية اللي رصدت اجرام اسرائيل في 113 اليوم ودي الكورة رجعت تاني لملعب ضمير العالم وما زلت بكرر السؤال راضي يا ضمير العالم على اللي بيحصل جو بايدن الرئيس الامريكي بحث هاتفيا مع الرئيس السيسي وامير قطر تميم بن حمد الاوضاع في غزة بيان امريكي بيأكد ان بايدن اتكلم مع الشيخ تميم عشان يوصلوا لاتفاق بخصوص المحتجزين وتحقيق هدنة انسانية طويلة وضمان وصول مساعدات انسانية اضافية منقزة لحياة المحتجين لها في عنحاء غزة الحياة مقدرتش بصراحة اخبي ابتسامة حصرة على موضوع المساعدات الاضافية المنقزة للحياة مش عيب يا مستر بايدن مش لما المساعدات الاساسية تدخل نبقى نتكلم في المساعدات الاضافية بيان تاني من البيت الابيض قال بايدن بحث مع الرئيس السيسي الحرب المستمرة في غزة وجهدهم للافراج عن الرهائن المتبقين عند حماس وشكر الرئيس السيسي على دور مصر المحوري والمهم والرئيسين اكدوا اهمية بزل كل الجهود عشان نوصل الاتفاق يؤدي لاطلاق صراح الرهائن ومع وقف انساني للقتال وتكسيف جهود زيادة ايصال المساعدات الانسانية المنقزة للحياة لغزة بايدن عايز مساعدات اساسية واضافية بس امريكا بتعلن انها بتعلق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اللي احنا دايما بنقول لكم عليها اللي هي الاندرواء اللي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في غزة ومعها كمان ايطاليا واستراليا وكندا اعلنوا تعليق تمويلهم والله اعلم مين تاني على ما احنا نقول الكلام دا كلام دا ليه عملوه بعد ما اسرائيل اتهمت موظفين في الاندرواء ان هم ممكن يكونوا شاركوا في هجوم 7 اكتوبر هي عايزة اقول للدول دي برافو عليكم ايش شطارة دي يا امريكان ويا ايطالينا ويا كلاديين ويا استراليين وغيركم وغيركم الاتحاد الاوروبي اللي ممكن يستنوا على تحقيق كبير 70 سنة لكن لما العم اسرائيل تتهم حد يوقفوا المساعدات فورا لناس بتموت بالجوع والعطش والضرب والقصف برافو يا متحضرين يا بتوع المدارس يا فاهمانين يا محايدين يا ملوك الانسانية والمفهومية على موقفكم المخزي وغير المشرف لحكومتكم المنتخبة من شعوبكم مش هخاطب ضمير العالم زي كل مرة هخاطب ضمير الشعوب الامريكية والكندية والاسترالية والايطالية وهقول للشعوب دي عجبكم اللي حكومتكم اللي انتخبتوها وبتدفعوا الناس اللي فيها مرتباتها اللي بتعملوا لارضاء اسرائيل لمجرد انها وجهة اتهامات اللي كان واحد لاثناشر واحد بيشتغل في منظمة تابعة الأمم المتحدة بتنقذ أرواح من تبقى من البشر هخاطب ضمير أمين عام الأمم المتحدة واقول له الأنروا دي تبع عليك ما تسبهاش في العراء لكل من هب ودب الأنروا نفسها قالت انها هتحقق في اتهامات اسرائيل اللي رحبت بقرار وقف التمويل متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر طلع بيان قال الولايات المتحدة الآن من مزعم ان اتناشر موظف في الأنرواح ممكن يكونوا متورطين في الهجوم طب يا سيد العالم الأمريكي اتناشر موظف دول من كام موظف دورت لقيت أنرواح ليها في فلسطين عشر تلاف موظف وليها في لبنان تلات تلاف موظف والكلام عيب وعيب لو خدنا اتهامات اسرائيل ودول كبرى بتروح تنفذ طلباتها من غير تحقيق فيليب لازاريني المفوض العام للأنروا قال لحماية قدرة الوكالة على أنها تقدم مساعدات إنسانية خدنا قرار إنهاء عقود الموظفين اللي اتناشر فورا ونبتلي تحقيق للتوصل للحقيقة صعبان علي يا لازاريني مضغوط عليه ومدهس عليه بس أنا مش فاهم إزاي ناخد قرار عقابي وبعد كده نحقق لكن العامة اسرائيل تريد والكل ينفذ هذا الكلام الذي تريده اسرائيل لمجرد إنها وجهت اتهامات لاثناشر من عشر تلاف مش اتناشر ألف اتناشر يعني أقل من واحد في المية خارجية الفلسطينية بتقول التحريد الإسرائيلي على الأنروا مبيت عشان يصفوا قضية اللاجئين ويشطبوها بتدين حملة تحريد ممنهجة بتعملها اسرائيل ضد الأنروا وقالت دي أحكام مسبقة وعداء مبيت الكلام اللي بنشوفه النهاردة الحقيقة كنت تكلمت عنه من حوالي شهر لما قلت لكم إن في خطة على ثلاث مراحل بتلعبها اسرائيل عشان تتخلص من الأنروا في غزة الخطة بتتطبق بحزفرها يوم 30 ديسمبر اللي فات وسائل إعلام وصلت للتقرير وصفوه بشديد السرية من الخارجية الإسرائيلية بيقول إيه بيقول إن في خطة للتخلص من الأنروا على ثلاث مراحل مرحلة الأولى